قمتان متضادتان بالأهداف والاتجاه تسعيان لإعادة ترتيب المشهد وإنشاء تحالفات جديدة الأولى في جدة السعودية حيث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول الخليج العربي بالإضافة إلى الأردن ومصر والعراق والثانية تعقد في طهران وتجوع روسيا والصين وإيران متابعون للمشهد يرون أن ما بين القمتين مضامين وتقاطعات في بعض الملفات التي توحي وكأن العالم يعيش أجواء الحرب الباردة ولكن بأسلوب جديد في القمة الأولى العربية الأمريكية طهران لن تغيب عن ملفات نقاشها بالإضافة إلى موضوعي الطاقة والأمن الغذائي فضلا عن القضية الفلسطينية في حين أن القمة الثانية التي تضم موسكو بكين طهران تؤشر إلى إمكانية عقد تحالف عسكري الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إيران للعودة إلى الاتفاق النووي مجددا رفضه حف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب ومؤكدا أن الخيار العسكري في مواجهة إيران سيبقى حاضرا لكنه سيكون الخيار الأخير رافضا إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب حتى لو كلف ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران حضور الكاظمي في قمة جدة مع حساسية الظرف السياسي المتعلق باتهامات التبعية لإيران سيجعل حكومة بغداد أمام خيارات صعبة ويمثل حرجا لها نظرا لإصرارها على الارتماء في حضن نظام طهران وفقا لمراقبين حيث أن قمة طهران تحمل في أجنداتها معادات أي حلف إقليمي يخطط لمواجهة تغول إيران في المنطقة بلا شك أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة مليئة بالأحداث الساخنة وتقود إلى شرق أوسطي جديد لم تشهده المنطقة منذ عقود شكرا شكرا